بسم الله الرحمن الرحيم معكم محمد إبراهيم النهاردة هنتكلم على إزاي نقدر نمنع البرامج اللي هي بتبدأ مع بداية تشغيل الويندوز في ويندوز عشرة لما نمنع البرامج الكتير ان هي تبدأ مع الويندوز فبالتالي بنقلل زمن بداية الويندوز وكمان بنقلل الزمن اللي بياخده الويندوز على ما يبدأ يستجيب للأوامر اللي انت بتدهاله فدي حاجة مهمة جدا نعملها بعد بداية تسطيب الويندوز في الإصدارات السابقة قبل ويندوز عشرة كنا بنوصل ل طريقة منع البرامج اللي بتبدأ مع بداية تشغيل الويندوز عن طريق ان احنا نضغط من الكيبورد على مفتاح الويندوز والار عشان يفتح لي run وبعدين اكتب ms config ms config ms c o n f i g وبعدين اضغط على انتر من الكيبورد هيفتح لي مربع حواري اللي هو system configuration كنت بضغط على start up وبعدين امنع البرامج هنا الكلام ده كله اتغير في ويندوز عشرة ما بقاش موجود في الويندو ده في system configuration بقى موجود في task manager وهو هنا لو مشيت بنفس الطريقة هيقول لك عايز تمنع البرامج ان هي تبدأ مع بداية تشغيل الويندوز هتفتح open task manager لو ضغطت عليها هيفتح لل task manager دلوقتي فتح ويندو اللي هو task manager وهنا اقدر ان انا امنع البرامج اللي بتبدأ مع الويندوز لو انا مش حافظ دي اللي هي ms config هضغط هنا على اوكي وعشان اقفل ده عشان افتح task manager كلنا عارفين وبنضغط على click يمين على task bar على الشريط اللي من تحت اضغط عليه click يمين وبعدين اختار الاختيار اللي هو task manager اضغط عليه هيفتح لل task manager اول مرة تفتح ال task manager مش هيكون بالشكل ده لما اضغط هنا على fewer details اللي تحت هنا بالاسفل ده في ويندوز عشرة لما افتح task manager هيبقى بالشكل ده عشان امنع البرامج اضغط على more details من تحت اللي هي هنا اضغط عليها بيفتح لل task manager بكل التاب اللي موجودة فيه والتفاصيل اللي موجودة فيه هروح عندي تاب اسمه start up اللي هو هنا start up اضغط عليه هلاقي كل البرامج اللي بتبدأ مع بداية الويندوز start up impact اللي هو التاب الاخير من هنا اللي هو high اللي هو ده مثلا وده هما الاتنين start up impact high معناها انه هو بياخر بداية تشغيل الويندوز بصورة كبيرة الميديم اللي هو بصورة متوسطة طيب عشان امنع الاتنين اللي هما الهايدول اما اعلم عليه اضغط عليه click اعلمه وبعدين من تحت disable هيكتب لي هنا في الستيطس disabled هروح عند التاني الطريقة التانية ان انا اضغط click يمين على المكان ده واضغط disable بقى disable كمان اشوف كمان البرامج كلها اللي انا مش محتاجها يعني انا ممكن اخلي الويندوز ديفندر مسلا هو ده المهم بالنسبة لي والسناب تكتاتش بات دول ممكن اخليهم موجودين enable والباقي كله هعمل له disable هنا هضغط على دية click main وعدين اختار التاني disable وعدين هنا disable كده كل الحاجات عملت لها disable وبالطريقة دية منعت البرامج ان هي تبدأ مع بداية تشغيل الويندوز واستفدت من سرعة بداية التشغيل اتمنى يكون الفيديو النهاردة عجبكم لو عجبتكم الحلقة اضغطوا على like اسفل الفيديو اللي عنده اقتراح او استفسار او تعليق يقدر يكتبوا في الكممنتس اسفل الفيديو تقدروا تشاركوا الحلقة دية مع كل اصدقائكم ولمزيد من الفيديوهات والشرحات اتمنى تشتركوا معايا في القناة بالضغط على subscribe اسفل الفيديو شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله